فوائد ومسائل ما هي أقوال المذاهب الأربعة في كيفية الجلوس في ركعة الوتر؟ تورك أم افتراش؟ الجواب عند الحنفية والحنابلة يفترش وعند المالكية والشافعية يتورك قال ابن قدامة رحمه الله جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهد ثاني وقال الشافعي يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانية كتشهد الصبح والجمعة وصلاة التطوع لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك كالثاني وفي حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وجاء في الموسوعة الفقهية وأما هيئة الجلوس في التشهد فالافتراش للرجل والتورك للمرأة عند الحنفية سواء أكان في القعدة الأولى أم الأخيرة وعند المالكية هيئة الجلوس في التشهد الأخير التورك وصرح الشافعية بأنه لا يتعين للقعود هيئة للإجزاء فكيفما قعد في جلساته أجزأه لكن السنة في جلوس آخر الصلاة التورك وفي أثنائها الافتراش ويرى الحنابلة أن هيئة الجلوس في التشهد الأول بالنسبة للرجل هي الافتراش وفي الثاني التورك وقال الشافعية يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيا كتشهد الصبح والجمعة والذي دلت عليه الأدلة أن التورك لا يسن إلا في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان وما عدا ذلك فالسنة الافتراش قال ابن عثيمين رحمه الله التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين أي الأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء والأخيرة من العصر والأخيرة من الظهر أما الصلاة الثنائية كالفجر وكذلك الرواتب فإنه ليس فيها تورك التورك إذن في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان فمن صلى الوتر ركعة أو ثلاثا متصلات فإنه يفترش ولا يتورك ولا تشرع صلاة الوتر بثلاث متصلات وتشاخد أو سط فوائد ومسائل